يا ايها الليل الطويلي الانجالي راندالي ايه بس يا دهو تب هو دلوقتي الليل عملك ايه علشان تشتمه ها يعني افرد دلوقتي حطك في دماغه وما طلع لناش نهار ولا يولا انت مالك انت انت بتتكلم ليه بيني وبين الليل دي حاجة خاصة بيني وبين الليل بتتدخل فيها ليه ليه العمرو ما يزعل مني يعني الو ايا يا رانيا ايه 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 مالك مالك في ايه 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 فار وفار بقى صغير ولا فار كبير كمان صغير يا رانيا الروع باللي انت عمليه ده كله عشان فار صغير دخل دخل البيت ازاي اساسي ما تلاقيش ما تلاقيش بالليل بقى مارجع ان شاء الله بقى موتك الفار ده اجد الوقتي يا رانيا مانعان حاضر حاضر هاجد الوقت يا ست حاضر دولها انت بجد هتستاد الفار ده طبعا يا ابن انت متعرفنيش انا ياما استدت زواحف الزواحف يعني ديناصورات وكده هون ديناصورات يا ابني الديناصورات دي انقرضت يعني خلصت من مصر كلها يعني مفيش ديناصورات ده كان زمان انا لو الديناصورات ليها اهلي لسه بغيه دلوقتي كنت موت اين ديناصور عادي يعني لا يا دولها لسه ماخرصتش يا عام ده لسه واخدين فيلم جنينة الديناصورات بطولة لا يا ابن التانية جنينة الحيوانات هم اساسا الدياناصورات بيعيشوا في جنينة الحيوانات اه اصلهم من الجيزة يعني اه من الجيزة يعني البطاية مطلعينها من الجيزة بس عملوا مشاكل بقى مع ملك الغابة ملك الغابة ما تقول الارد يا عام من غير القام ملك الغابة هو الارد هم Growth انت بتحن ديما لجنسك كده طوال الوقت يعني مما انا هتكد على الله دلوقتي هم هروح اصطاذ الفاردة بقى دولها 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 والنبيه دولها اتتتتتتتتتتتتت اتتتتتتتتتها ا告诉 اختك معي فين يا لأه اتت دولها عشان خاطر نفسها تعرفع الفاردة دولها LEA انتaison الصعبه اما anni بيجروا في المغزن طول الوقت وبيتلعوا فوق منخيرك وانت نائم دولدة ايه لا يا راجل آه، دول فر فار! فار! فار، مش على ايدي فار مش على ايدي يا ماما يا ماما، تيدي ايه اليك انتي بتدفع عنه ما تخديش حبك لتومن دي جيري هتغلب على حبك لأبوك يا عاسمين ايه يا عادل فيه ايه يا حبيبي فيه ايه فار! فار! فار يا موقوس وجنت عاملي فيه احمد السقف افريكانو لا لا ما أحصبت ان احمد ايد في افريكانو برضو يا ماما يا ماما يا يا جماعة يا جماعة يا جماعة زي ايدي ايدك ايه ايدك جاة تحت السنين مش باقول بقى كلا يا عادل مش باقول ينروح بايحنا عاشي في ده ما تقلقوش يا جماعة ما تقلقوش يانا الفاردة في البيت ده ان شاء الله همسكو وحلقو من ديله قدام الباب بتاع امو مرفت عشان اخليه عبرة لكل الزواحف والحف ركز معايا ركز معايا افتع ايدي افتع ايدي احتياطي احتياطي هنا ده المنظور الافقي والرأسي بتاع الشقة اللي احنا فيها مش دي الشقة يعني دي الشقة طب احنا فين يا دولة في الصالة ادي الصالة هو كده هو ودي الثلاث قواد ودي الحمام مش احنا احنا فين انت عايز تشوف نفسك هنا على الخريطة ايه يلا بان بشرح لك الخريطة وركز معايا عشان الفار يلا ركز معايا طب البزار فين البزار مش موجود هنا الشقة فيها بزار لا يبقى خلاص ما تسألش تسمع بس دلوقتي الفار اكيد دارس مخارج ومداخل الشقة كويس اوي يا معلم وبعدين دخل على الشقة واختار قوضة وكن فيها يا دولة انت من الصبح يا عمال تكلمني على فار وانت اصلا رسم ارنم الأرانب ينلتوا في فلاك كل لنتوا بتاكلوها بتبقى شبه ده؟ ايوة دول انا امي دايما كانت تقول لنزل مخزن يا لها رمزي هتلنا ارنبين علشان نعمل ملوخية بالقنارب بالقنارب ممكن تبقى انارب غير القرانب يا غبي يا غبي اكيد طبعا بعد ما كنت بتاكل ملوخية كانت القطط بتلم عليكم اه يا دول احنا ما كناش بنلحق ناكل يعني احنا يا دوبك هناكل كدوا والقطط بقى بيناونوه ويقوموا هاجمين على الملوخية يا امو انارب ديا ياخدوا الانارب ويسيبوه لنا الرز مش عارف ليا دول يمكن الرز مسلا بيعمل لهم تخمة ولا حاجة والقطط عاملة رجيم ولا حاجة عموما الانرب اللي عندكم في البلد شبه الفار اللي عندنا يا نوف مصر فاحنا عايزين نستاد الفار ده هنجيب كمية مصايد مرعبة رهيبة ونشتري جبنة ونحط بقى ايه الجبنة جوه المصايد اتفقنا؟ اتفقنا دول وبعدين انا ابقى نايم جوه في القوضة اول ما المصيادة تصطد تقوم عامللي اشارة على طول ايه عارفة دولة الاشارة انا عارفة اقوم غمزلك كدهوه غمزلك كدهوه هي دي الاشارة وانا نايم جوه وهسمعك هسمعك ازاي غبي اوه صح يا دولة خلاص يا دولة انا هصفرلك لما انت لو صفرتلي ما انا ممكن ما هصحك خلاص بغمزلي بس بصوت دلوقتي يا جماعة انا جماعكم عشان اقول لكم ان في حزرة جوال ممنوع اي واحدة فيك وتخرج من قدتها لغاية ما نقضي على هذا الفار المنقرد المتوغل في داخل الشقر يا السلوم توقف وده انا عايزين نروح الحمام لا ممنوع ممنوع اي واحدة تخرج من قدتها يا جماعة انا مش مسؤول عن اي واحدة تخرج وتوصل للصالة مش مسؤولة عن تأمينها وهل فترة الطوارئ سوف تستمر دهرا؟ فترة ايه الطوارئ انا ممكن اقول لكم في الاول انها مش هتستمر لكن الواقع والنتيجة واللي حصل اثبت انها بتستمر عادي جدا مش مهم المهم ان احنا نخلص منو طب وطلبتاتنا لو عايزين اي طلبتات حنجيبها منين يا استاذ اي حد عايز اي حاجة انا المسؤول عنها ديكو تمويني يكفيكو ثلاثة يام بحيث مفيش واحدة فيكو تخرج من قدتها هل ممكن ابات عند ام مرفض في الفترة دي؟ نوية حميتي لان ده يبقى اسمه هروب من المعركة لا ما اسمه هروب اسمه لجوء سياسي مؤقت وده برضو مرفوض يا مام يا دولة طيب وانا يا دولة اعمل ايه؟ انت هتفضل مرمي هنا لغاية اما اقول لك اي جديد ليه يا دولة يا عام ادي الفار لسياده يا دولة جيب له جبنة يا عام جيب له جبنة يا ابي؟ هو انت هتصطاده ولا عزمه على الغداء؟ يقول لي كيه بطلنة فسانة على الفار عايزة تاكل جبنة بتاعت الفار والا ايه؟ يلا يا جماعة كل واحدة هتتكرى على الله واتخش في مخباقها لغاية اما اقول لكو عال جديد يا وحارب راح فينا يا دولة ايه ده فات ست ساعات ورمزي ما تدنيش الاشارة ولا يكون الدهاني مسلا وانا ما سمعتش غمزة عينو انا مستيقظة طوالي الساعات اللي فاتت دي كلها وسمعت اسوات المصايد مسيادة تلوة الاخرى مسيادة تلوة الاخرى يعني في اكتر من فاروة ولا ايه اما قوم اشوف الغابي ده عمل ايه ايه دول ايه مسكت الفاروة دولا ايه بار ايه ممسكناه ايه اللي انت عامله ده وحطيتلي مسيادة في صدرك الفار بيلعب في عبك ولا ايه ايه دولا والله ايه الفار مجاشي مجاشي امان انت تقول لي ايه اساسا بتعمل ايه ايه ده انا كويس ان انا نصحت لك دلوقتي فين الفار يا ايه والله ايه مكلت يا دولة? مكلتش الفار? اما الايه اللي حواسة بتاعت الجبنة اللي حواليك دي? كالت كمان الجبن. من اللي كانت موجودة في المصاهد. ده انا كنت عامل عساب اللي يفضل منها اعملوا سندوتشات لي يا اسمين. مكلتش حاجة يا دولة بقى بطل تزلمني بقى. ازلمك ايه يا لأ اما الجبنة دي جات منين? الفار هو بقى كلك خاص من عناك يعني? معلش بقى دولة السنة بصراحة جوعتي يعني مبارح. ماشي بتاكل الجبنة اللي جوه المصيادة. ماشي. اعمل ايه? اعمل ايه? اعمل ايه? اه ماشي. انا هتصرف بقى. هحط في الجبنة سم. سم? اه دولة والسم دون يعني هيغير طعم الجبنة? لا مش اغانا خالص. نعمل لك سم كمان بالكاتشاب. ويبقى مصائد قوم عند قوم. يا دولة. دولة. يا دولة انت قاعد كده هون ولا انت على بالك كده هون يا دولة وفيه فار غريب في البيت بتاعك وسط الستات بتوعك يا دولة. انت ايه خلاص الرجولة بتاعتك ما بتطرقعش عليك. ما بتطرقعش عليك. بص ولا ايه هقوم اطرقعك على وشها. فارق ايه 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 اللي اخاف على الحريم منه يا دول. الفارق يبص الحريم. تفارق يبص لسندوتشات الحريم. يبص لحت الجبنة محطوطة في المصيادة ها? ما دولة ده بنت دلوقت روحت اتفاهمت معاب الحسنة مرضيش يفهم يا عم. خلاص بقى سيبوا في البيت. اه سيبوا في البيت? لا مش عادل سعيد اللي استسلم. انا بس مجرد ان انا يعني بالم قوتي عشان اعمل خطتي واضرب ضربتي بكل قوتي. ماشي 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 ماشي. فيه يلا اعلان ان هو في الجورنال بيقول اقتلوا فرانكو وريحوا بالكو. اقتلوا فرانكو لا يا دولة دي شركة اجرام يا دولة دلوقت وهتدخن نفسك في سيم وجين لو البوليس شم خبر. بوليس اي يلا اللي يشم خبر. هو فيه بوليس للحيوانات يلا يا بل. مال يا دولة. يلا مفيش كلام مدي عن انا لو ضبحت فرخة مثلا هاخد فيها اعدام. طبعا يا دولة مش رفعت سلاح في وش فرخة. يا دي عبيد يا دي عبيد لو فيه بوليس للحيوان كان زماني بلغت عنك انت. كانوا حبسوك بقى ايه في قفز كده زي الارود عشان تبقوا مع بعضيكو يعني. عموما انا هتسل بالشركة دي. وخليهم بقى ايه يجبوا لي الفاردة. انا عايزهم يجبوه لي الفاردة حي. عشان انتقم منه بنفسي. في البداية محتاج منك شوهية بيانات. اهلا نو سهلا اتفضل اتفضل حضرتك ده انا مستنيك من بدي. بنسبة البيانات انا اسمي عادل سعيد متزوج. لا 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 انا عايش حضرت بيانات عن الفري انا دخل امتى عنده كم سنة. اه حضرتك يا انا انا ملحقش اتعرف بيانه بيجرب سرعة جدا. لا الفاردة انت واقعي. مش اجتماعي. حضرتك طبعا واضح ان انت اجتماعي يعني غير الفار خالص بدليل انك دخلت وقعدت اهلا وسهلا. ارجوك خلينا شوش بلينا. اتفضل حضرتك اتفضل. ايه ده? ايه حضرتك ايه? ايه? شعور. ايه? المرضى زك يعمل اجهزة تشويش. اجهزة تشويش؟ ليه يخش ويزرع اجهزة تشويش؟ خلينا في الجد. العملية دي هتكلفك الفين جنيه. الف عربون والف لما سلمك رعبة الفار. ايه? الفين جنيه عشان اطلع فار من البيت? حضرتك ده انا اعزل في بيت ما فقوش فران وارخص يعني. انا هديلك ضمان سنة ان الفار ما يدخلش عندك جوه تاني. يا سلام. وهيخشي لي جوه تاني ازاي ازا كنت حضرتك هكون قتالته. بص بقى حضرتك انا عايز الفار يفضل جوه وانت اطلع برا. مش اقول كده يا عادل بقى فيش فعول احنا ازهقنا خالص خالص خالص. لا عارفين ننزل ولا عارفين نخرج ولا عارفين نتماشى ولا عارفين حتى ننزل من على الكرى بل انا عادين فيها. ومش عارفين نعزم الصحابات بتونا وفاتنا انا ممات كتير. صحابات ايه اللي انت عايز تعزميهم انا مش عارف جوه النادي اللي انت بعايشانا فيه دا حمادي. احنا دلوقتي بقينا كلنا في الواحد. بابي انت لازم تاخد موقف حد معالي انك اديته كذا فرصة وهو اللي ضيعها. انا واما كان يعفق الفار من هنا ويلعب بكرة هو واصحابه. اه ماما انا الكرة مش من هوياتي عموما يعني وبعدين كل واحد ليه مدرسة في استياض الفران. انا مدرستي مش عارف مدرستي بس ان شاء الله مدرسة جديدة وانا افرجكم. ايه رأيك يا بابا ان احنا نفرج الفار ده على توم وجيري. فيخافوا ياك. اه. اوه وحد يفرج الفار على توم انجيري. اولا توم انجيري جيري ده هو الفار وتوم ده لعلم تغلبان جدا ده الفار هو اللي معزبه لو احنا فرجنا بقى على توم انجيري هيفتني وما حدش هعرف يخرجه من البيت ده. ده بصي ابي هو الفار كده كده مع الوقت هيخرج لوحده. لانه يا حرام ولا بيتفسح ولا بيروش. يا سلام يتفسح ويروش بتتكلمي على ابن خالتك ده فار يا ماما فار. وبعدين الفار ده لعلمك اهل وصعيدة. لا بيروش ولا بيخرج ولا كلام من ده. بس انتوا بس ايه اساعدوني على ما انا ننفذ الخطة ان شاء الله رمزي هيجي دلوقتي وهنخلص على الفار ده. ايوة ايوة ثانية واحدة ايوة ايوة ايوة. خلص 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 ده انا خبطت في المسيادة انا ما حصلش حاجة الحمد لله. بقى 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 الحدش من جدا بقى. خلاص خلاص ما تلاقوش انا هحل المشكلة وكله هيتحل ان شاء الله دلوقتي حانا ما تلاقوش. دولة حبيبي. خش خش مش وقت دلوقتي عناوين. ايه يا دولة صوتكو جاي بقى كل الشارع يا عمي في ايه الفار ايه اخباره طمنني. انت جاي تطمن على ابن اختك عامل الليه وزن. موجود يا سيدي عندنا في الشقة بس احنا خلاص هنتخلص منه يا لها يا رمزي ما تقلقش. ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا لا يا ادرك انا اعائقادzo انا اعائقاد اكتري انا اتنى انا اكتري اعائق انا خلوثتنا اشتركوا يا عادل هه! أنا آسف يا دولا Comms? إيه اللي بيطلع الفرعاً دولشي؟ بدرب على وجي؟ ما خدتش بها يا دولا بس... أنا لأخذ المطبخ يا مَأم! مَأم! المطبخ ده بيستاهبن دا وله إيه؟ وراه يا رمز على المطبخ يالا يا عادل، يالا يا عادل ويالا يا عادل، ويالا يا وإ! هنا. اذهبيا. انا انزل يا تونا. اهو اهو. عمل اياه اياة فران. يتقاط يتم يتم يمنحنا. لماذا دائما فيه استرع بين فقط وحيدة من الفران وبين البنا أدمين يستطيع الت wow لأعطين الفران بما يزولك VERY ميزول علي مرة للمجهات سنلقائهم ، ننحو LabN والبنادمين مع ان الكرة الارضية تقدر تستوعب الفران وتستوعب البنادمين ليه البنادمين مايسبوش الفران حتى حت الجبنة في اي مصيادة والمصيادة بتتقفلش عليهم حرام عليكم يا فران حرام عليكم وانيعمل لكم ايه زاد على اللي احنا بنعمله دعوة للتعايش ايوة 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 طبعا باشكركم على التحية باشكركم على التحية بس ليفتكروا سامحني يا دولا انا اسم ولا عمري هسامحك ابدا تبقى شايف الفران ماشي من قدامك تغميزلك دوب عينك عشان اللف من وراه وتدربني ماشى رمزي ماشى ايه دولا بقى ما تزلمنيش بقى يا دولا والله انا عزيم انا ما غمستولوش اللي مرة واحدة بس يا دولا يعني غمستالو اه يا دولا ماشيش على فكرة بقى انا اسمح حكاياتكم الصبح ودواكم عنده باشا ايه ايه عندك مكركور مشاش بدل الكل كعل على دماغي دي لا عندي حمد بوسي حمد بوسي ده ايه مضاد دحاوي لا بقى ده باشا صائد الفقران رقب واحد تستضي الشهر اللي فات الفين وخمسمائة فار الفران كنا تسمع اسمه وتترقب منه رمزي هو ده بقى سوز عادل المخلص طيب الحقني بترفوله قبل ما ارقى بتضيعه النبي عناية باشا يعني انت ان شاء الله تاخد الفر اللي عندنا وتجيب لنا بدل ونمر ولا ايه ده لا حضرتك خلص انا هخلي القطط بتاعتي القطط بتاعتي انا تلعبهولك كده على الشناكل حضرت تلعبهولك وبعدين انا هنطرب 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 لان احنا مشكلتنا الحقيقية مع اللي انموت يعني كده كده هنموت يا لبين علينا ولا ايه اه والبقى انا عايز اقول لحضرتك القط ده هو اللي هيجيب لك راس الفر اه لو سمحت يعني يا استاذ بسبس نوع حضرتك انا مش عايز يعني القطط يموت الفر لان انا عايز الفر كده على الكلمتين على استنفرارات استنفرارات اه ايه العلاقة اللي بينك ومن الفر بتتفق مع الفر علي يا ده رمزي لا يا دول انا بس هكلمه عدبه اعتاب الكلب للنادل عشان انا مكنش متفق معه انا كده يا دول كنت متفق معاه ان انا بس اهربه ومش يأزاكش مش يأزاكش قعد يلا قعد يلا مش عايز اسمع صوتك يا دوع ماشي بقى حضرتك تعمل ايه تاني يعني عموما القط هيدربه ضربة مخبريين تدروخه بس حضرتك ها بس ما تعلمش في جسمه يا سلام انا طول عمري اسمع عن الكلب البوليسي عمري اسمعت عن قط البوليسي ابدا يعني لا لا حضرتك هتشوف دلوقتي يلا يا باستيك يا باستيك يا باستيك يا هجام باستيك لا حضرتك مفيش تهزيق ولا ايا حاجة انا حضرتك اللي فاشل وستاه طيب حضرتك معاك موصلاتك ولا هتركب قطة من دول وانت مروع يعني وانت رايح السرك هتعمل ايه لا حضرتك سرك ايه بقى وبتاق ايه حضرتك زبان اللي مرد شمت خبر والقرود أساساً مستنييني على غلطة يا أستاذ مستنييني لك على غلطة دبتا علاقتك وحشة جداً مع كل حيوانات السيرك بقى على كده أيوة أستاذ للأسف أستأذن أنا بقى سلام عليكم فضل سلام عليكم فضل مع السلامة يا سيد أسلم لينا على الحيوانات كلها حاضر يا أستاذ حاضر فضل يا حبيبي مصائل فل يا باشر إيه؟ المكوة يا باشر المكوة؟ أه أي يعني أنت هيو عاملني إيه؟ إيه؟ يا باشر الضار في فارف البيت دخل في المنطلوق بس الضار دخلي هاضر ولا رمزي عرفنا الفارفين امسكوا ألا ها تعد بسرعة بسرعة دولة بسرعة دولة بسرعة 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 يا باشر بريستيجي يا باشر يا باشر يا باشر مرح writers بتسريت الشاي من الشفاطة يا ل wag ها 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 اه شوف الجاهل يا باشر يا دولة أنا المفروض ما ر discovery عليك لأانا هردي يعني لا لا مطردش ما نطردش عنايت bar يا باشر الجو ده كله인을 تلوصه وบقى شنشر والعمنا أكثر حادة معرضة للتلوصات للجو إيه الشطافة انت بتتعامل مع الشفاطة على أنها شطافة يا ل أ لي وإيه الفارКة يعني يا دولة يا ابني الشطافة مش للشرب ما اللي يا دول؟ لحاجة تانية خالص لكن الشفاطة بقى هي اللي تشيرب بيها حاجات ساعة بس مش يتشيرب بيها شاي والشاي برضو بتشيرب بيها شاي يا دولا علشان في فيروزات والفيروزات دي لو دخلت معدتي هتعديني فيروزات؟ دولا على أساس إخوات فيروز الصغيرين انت الفيروزات يا ابني لو دخلت جوا معدتك انت اللي تعديها بص يا دولا انت تقعد يعني قعد ناهد معك كده وعمرك ما هتفهمني انت مش مفروض الواحد يفهمك انت بكتير الواحد يبوسك ويركينك جنب الحيطة مش يبوسك ويركينك لا يرميك جنب الحيطة ايه ده ايه ده انا؟ الشاي لو صبحت ايه ده؟ الراجل ده انا عارفه ولا يا رمزي غريبة معاقلني هنحسس ان انا معرفوش اتشتع فوضي ساكن لا انا عارفه انا متأكد كان معاه في المدرسة واسمه حمدي يو يا عم بقى يا عم بقى فكك بقى انت كل شوية دولا توقت تقولي اه ده اه ده نعرف الناس دي اه ده اه ده اه نعرف الناس وتروح تسألهم منقولك مهنا lil imi ما roommates much بصي يا عم انا مش همش معكم بحتى بعد كده وترد اي 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 اه اه … اعرف البزار؟ بتاعنا؟ حدر المفتاح system وهتخش جوه وتقعد تستنى هناك حاضر يا دولة يلا حاضر الشطافة خدت الشطافة؟ تسيلي القعدة كده؟ معقولة الشطافة لازم جوه القعدة يلا بتكل على الله بص ولا إيه؟ يلا بتكل قالوا أيوة أنا المهندس حمدي السيسي أنت بتضحك ليه؟ أنا بابا اسمه السيسي، أنت مالك أنت أيوة أيوة أنا بلغتهم في فرنسا أني مش قبل شهر عشان أبتدي الحفر والفحت حمدي السيسي، صح؟ أيوة، في حاجة يا وسيسي؟ يا حمدي، أنت مش عارفني ولا إيه؟ أنا عادل سعيد اللي كنت معاك في مدرسة أنه قراش السنوية العسكرية يا بنين آه آه، فكرك، فكرة لا مش أنت، أنت أقفل له عشان الكارت، أنت أقفل أهلاً يا عادل ساك يا حمدي وحشني، وحشني حقيقي أخبارك يا حمدي، عمدي ايه؟ يا أخبارك إيه؟ الحمد لله، واسكت، مش رشحوني بعد ما جيتني من فرنسا أن أنا أكون المدير التنفيذي للمرحلة الجاية لمترو الأنفاق؟ آه، ما شاء الله، برافو عليك، يعني أنا برضو رشحوني أن أنا أخد جائزة أثور ثقافة عن الشعر اسم ختهاش يعني إيه دا يا عادي؟ أنت لسه بتجري ورا التفاهات دي؟ التفاهات؟ لا دي هواية عندي، بس أنا عندي شغلتي، يعني أنا عندي بزار في الشارع اللي ورا دا عايزك تيجي تزورني شارع إيه؟ شارع الترولي، بكسب منه كويس قوي الحمد لله، لازم تزورني يا حمد شارع الترولي، اوه ياه، دا أنا حبقى عندك كل يوم لا أنا بقول لك تيجي تزورني، تيجي تزورني بقى كل يوم، لسه برضو فيك الحركات بتاعت المدرسة دي طلع عمرك لطيف لا، قصة أنا عندي شغل يومياً هنا في الشارع، قصة شارع الترولي دا هنمشي فيه المترو ماشي فيه المترو؟ طب ليه يعني شمعنا الشارع بتاعنا اللي هتماشروا المترو، ما تاخدوا المترو، أنت ما تشوف أي شارع تالي؟ يوه أنا جايبت نخطة فسحك، بقول لك دا المترو، المترو، أعرف كلها شهر، وهنبتدي نفحر في قلب الشارع، أعرف الشارع دا هيتقفل خالص، والمحلات هتشال، هتشال، تصور محلات هتشال ايه؟ يعني الوقت عوزة؟ ايه دا مشروع قومي، الله لازم يبقى فيه تضحية، ايه يعني شارع أو شارعين، محل محجلين، كل دا عشان القاهرة الكبرى يا أخي قاهرة وكبرت ايه؟ كبرت يا عم حمدي، وأنت هتعمل فيه أرفاعي جاي تطلع لتعبين، لا يا أستاذ بعد إذنك يعني، ما ينفعش خالص ماشروا المترو بتاعكم من الشارع لفيه المحل بتاعي الله، لازم يبقى فيه ضريبة يا أخي، ايه المشكلة يعني؟ طيب أنا بدفع الضريبة، أنا طول الوقت بدفع الضريب حضرتك، وطول الوقت بدفرج على الإعلانات ويقولك مصدحتك أولاً وادفع هي مصلحة إن أنا أدفع وبس ما أخدش حاجة خالص يعني؟ هي دي ضريبة النجاح كمان النجاح هيعملوله ضريبة، أنا فاشل يا سيدي، مفروض ما ادفعش بقى ضريب بتاعتي الفاشل دي إيه وأنا تقولها لنفسك كده يا عادل، أنا عايزك تعيش معاي اللحظة، تخيل المشروع ده با بعد ست سبع ست قول تلاتين سنة لما يخلص ياه، تحس بالفخر، تبقى ماشي مفخور كده، والفخورة واخداك وانت ماشي في الشارع كده، إن المحل بتاعك جنب المترو، وتشاور لولادك وتقول لهم تخيل يا أولاد، المحل بتاعي جن جنب المترو، يا سلام، ده إيه الفخورة اللي هبقى فيها أنا والعائل دي طبعاً هلبقى ساعتها ماشين بقى بنشهد حضرتك إيه، إنت مش عندك بزار؟ آه يا سيدي عندي، طب إيه رأيك بقى أنا هخدمك خدمة عمرك، أنا هسميلك المحطة محطة البزار، ها، إيه رأيك؟ آه لو كده يبقى معاليش، آه محطة البزار برضو الواحد يبقى ماشي مفخور يعني حضرتك طوام طوام، 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 طب حضرتك أنا مش عارف صراحة بجد يعني أودي جمالك فين يا عم حمدي يا صديق الدراح السلام عليكم عليكم السلام عليكم عادل تعال اتفرج معنا على الفيلم ده فيلم القطار يا عادل اللي انت بتحبه القطار أنا ما بحبوش ليه بس يا أبي، ده فيلم يجند، مهما تعاد لازم اتفرج عليه أنا ما بحبش القطار أنا حر ألا، مالك فيه ايه يا عادل؟ أحضرك الأكل يا عادل يا حبيبي؟ لا يا ماما ماليش نفسه فيه ايه يا عادل؟ مالك؟ مالي، هيمشوا المترو في الشارع اللي فيه البزار أخيرا، أخيها هترحم المواصلات والقرف وأروح مدرستي بادري بقى مدرست هاي؟ المترو ده عشان يخلص قدامه ست سنين، تكون انت طلعت على المعاش يا ماما ايه؟ والنبي يا عادل، والنبي يا حبيبي يا عشان خاطري ابقى أخدني معاك أتفرج على عملية بناء المترو حيث اني من ورها صغيرة هيموت واتفرج على الحفار الهيدروليكي وهو يعمل عارفين يا جماعة مست المترو ايه؟ انه سريع جدا، ما بيوقفش في أي أشهر أتلاست، أتلاست، أتلاست انه هيعملو مترو أنفق زي أوروبا زي أوروبا ايه يا جماعة؟ انتو مش فاهمين حاجة؟ يعني البلد تتطور زي أوروبا وأنا حالتي تتدهور عادل يا حبيبي، ما تبقاش راجعي وما تخليش تحيوزك للترو مية أسرع عن رأيك في المترو انا يا ست الأم متحيز للترو مية ولا للمترو ما له التوكتوك، صغير وزي الفلو بيزرق من الشوارع ومن حرات ويجا عكسي ولا علي درائب ولا علي مخالفات، ما له التوكتوك، انتو قصتكم مش فاهمين حاجة طب ما تفاهمنا انت يا أبو المفهومية دلوقتي المترو ده لو مش في الشارع اللي فيه البزار الشارع كله هيتقفل بما فيها المحل بتاعي يا لهوه، يعني البزار كده بح؟ ايوه ماما، البزار بح كمون، كمون عادل كمون، كسكم فاهم النوع والنبي حاباتي مش وقت الفرنساوي خلاص، كيفية المترو انه فرنساوي طب المانجاتو، هنأكل ازاي؟ هنأكل بقى من التطور الأوروبي اللي حضرتك كنت بتقول عليه بقى مصوف، غيروا المحطة دي، غيروا المحطة دي، انا مش عايز اسمح اي حاجة فيها قطر بعد اذنك يا نجلاء حاضر قطر حاضر حاضر بص يا عادل، انا عندي فكرة رهيبة رهيبة ايه رأيك تجمع كل اصحاب المحلات بتاعت البزارات اللي حواليك وتروحوا كلكم كده تعملوا الشاكة ومحترمة على الآل الآل تاخد تعويض او اقول لك يا عادل، تعملوا اعتصام تحت صفح الهرم وانا اللي هعمل لكم شعار المزهرة ابو الحول براس انسان وجسم مترو كبير يا ماما، يا ماما كده هم يبقى فيه دعاية للمترو احنا عايزين دعاية ضد المترو على فكرة اصحاب المحلات لغاية دلوقت ما عارفوش ان المترو ايمشي في الشارع انا الوحيد اللي عرفت من واحد صاحبي طب ما تقول لهم يا عادل يا ابني يا سلام، اقول لهم عشان الاسعار ترخص وابيعنا بالرخيص، لا عادل اسكى من المترو طب بقى ناوي تعمل ايه؟ ناوي ابيع بالاسعار القديمة من غير ما هم يعرفوا خالص ده غش، غش واحتيال حرم عليك يا اخي حرم عليك تبيع المحل وانت عارف ان عليه مشاكل يا سلام يا امو ضمير خلاص خليك انت لضميرك سبين انا اتصرف في طريقتي انا اللي بعرف اتصرف كويس وابعرف افكر كويس ابيع بالاسعار القديمة وهم يولعوا معلم تيتي انا حصل لظروف صعبة جدا ومضطر ان انا ابيع يعني المحل والبضاعة وما لقيت شغل صاحبي وحبيبي واخوي المعلم تيتي اللي فكرت بحمله يعني اخوك وحبيبك احنا هنصيع ما انا لسه طاحنك في المزاد الاسبوع اللي فات بس هادي يعني انا وانت واحد مثلا يعني والجروب السياح اللي طاشته منك وبعتله نفس تمثيلك بس احنا اخوات يعني وبعدين اللي في جيبي في جيبك يعني معلم تيتي ودلوقتي بقى جاية تمد يدك في جيبي مش كده الام الام بتبقى يعني الواحد بيهدم من ما لها الحاجة جالها مرض خطير يعني اسمه تيسي 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 وده مرض خطير جدا يعني مش موجود كتير في العالم يعني بس جي الام يعني وبعدين يعني طول اليوم وطول النهار وطول الليل ما بتعملش حاجة غيرنها بتعطيها تيسي 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 ده مبقاش عندها وقت انها هتتكلم يعني سلت الحاجة دي بركة وعلى عيننا وراسنا معيني مش محتاج بضاعة وبضاعتك عفشة ومحلك عتبات وفقرية لكن هفكر ايوه ايوه افكروا انها يا تيتي لان لازم عايزة تعمل عملية والعملية دي معينك دون وبتقطع علي من نفسك ايوه مش عامل كده تاني بس عملية ولازلت تعمل في بلد براحة ببعليك بس عشان المعلم تيتي على سن ورمح وسين المعلمين وابقى خدام ست الحاجة انا هاخد البضاعة بس بتامن جملتها اما محلك ده بقى ده فقري زيك ملزمنيش يعني يا معلم تيتي يعني حطيتني تحت سنانك وبالجز ما انت ياه ما خربشتني ودفرك طالني اما خلاص خربشك ايه ادي اقفرت قصت والسنان خلعت والتسي تسي جيل امي خلاص اذا ربما انا عد عليك بكرة الام التماثيل وارميلك فلوسك ربنا خليك ربنا خليك ماشي بكرة بس اهم حاجة يعني انت جبل الفلوس على طول ده ايه الادب اللي حط عليه مرة واحدة ده بقى قللك الام يا معلم تيتي الام وبعدين بتاع راستو للوقت وانا خايف اعتعيدي صراحة هو مؤدي اه مؤدي اخلع انا بقى اه ايه ايه شايفني بلمس بالك عموما بالشفة يا معلم تيتي بالشفة دي تقولها للست الوالدة اذا ربما انت بطل عطس يا سيدي مادو ايش يا انا جات على كده بقولك ايه اذا حبيدت بيق حدومك ديني رنة حاضر يا سيدي معني مقاسي غير مقاسك وزوقي غير زوقك ده ايه اللي انت لابسه ده شفاف يا معلم تيتي معقولة يا عبي لكن برضه بقى ديك رنة حاضر سلام عليكم مع السلام يا معلم خلاص يا معلم يلا رجالة الحمد لله خلصنا من البضاعة ايه ده ايه ده 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 والله برافو عليك يا دولا بيعتي البضاعة دي كلها يا ابني بيعتي ايه انا شربت البضاعة كلها للمعلم تيتي وعلى معدة فاضية لا ايه منت برضه دولا استكمنت لحد ما تكمم ايه انت بتعلم الكلام يا لا في مستشرة الكلب يلا بقى يا سيدي المعلمين بقى نضرب كشري ناخب الخزوق اللي خده المعلم تيتي انت مش خد خزوق عادي انا اخيرا خلصت من البضاعة يا يا رمزي فاضل بس اخلص بقى من البزار اه يا دولا بقى نخلص بقى من البزار او بص نتخلص منه عارف بجد يا رمزي انا نفسي اتخلص منك انت لان فعلا من زمان نفسي وامنيتي ان ربنا يكرمني انه يبعث لي واحد يكون بيفمع من اللي انا بقوله بقى كده يا دولا دا زا كان انا بقى جايلك النهاردة بفكيرة جهنمية بخصوص بيع البزار دا فكريت ايه بقى يا فكيك بص كويس يا دولا كشري مالو يعني المعلم زعزوع الاصاب يا دولا مالو المعلم زعزوع اللي بناكل عنده كشري يا دولا ايوا اخلص مالو اللي المحل بتاعه جنب المحل بتاعنا يا دولا هتقوله اللي انفخك مالو سمعته يا عم ان هو عايز اشتري المحل بتاعنا بتاعنا والمحل بتاعنا بس يعني لكن مادام عايز يشتريه وخدك انت كواسطة يعني معنديش مانع ان هو بتاعنا انت عرفت ازاي ايوا دولا انا هقولك انا بقى وانا بضرب الكشري الاصطباحية بتاعتي بقى من عنده سمعته قال ايه بيقول المعلم ان هو عمال يدور على محل قريب من المحل بتاعه واحنا بقى دولا مش قريبين بس نحنا لزقانين مع بعض هو حر بقى مادام هو اللي عايز كده بس انا زعلان منك برضا يعني يا معلم زعزوع معقولة يا راجل تكون بتفكر تشتري محل جنب المحل بتاعك وما تجيش تقول لي ما انا خفت اقول لحد على الموضوع دي يقوله جاي يكوش على الشارع كله وانا ما بحبش هزعل حد مني هموما اللي اكبر مني ومنك هيجي يكوش على الشارع من اوله الاخره هاوهههههههههههههههههههههههههههههههع ہو Über تقصديها يعني اهههه أقصد يعني ان ما دايم الا recall ونعمة بالله بس сегодня يا ساذ عادل انا جال بل الفتح لك الجوي بني وبينك كار الكشر ده مش بتاعي ده كار أبويا وجد وجد جدي وهم اللي أكبرونا اشتغل الشغلانة دي ما هو برضي يعني يا معلم زعزوع طاعة الوالد والجد وجد الجد وأكبر يعني مظبوط لكن ده مش غيتي أنا غيتي أكبر من كده بكتير أنا طموحي مالوش حد يا سلام وإيه طموحك في محل كشر يعني هتقلل للرز وتزود العدس لا أنا غيتي في الجصب هلش أنا حاسس إن القصب لو تحط على الكشري هيعجن يعني؟ لا مش علينا أنا هفتع محل عصير جصب وفواجه وبكده نبجى ترجينا خطوة لجدام وان رايح الزبون طب هو الزبون عدم المغزة يعني تعبان في إيه؟ هجولك بني وبينك الشطة عندي شديدة جاوي ووعرة أو الزبون يأكل من هنا ويحب يهدي المسائل يروح يشرب كباية قصب وبكده نبجى نحن الزبون يا سلام عليك وعلى أفكارك عموما نبص بقى يا معلم أنا المحل بتاعي قدي المحل بتاعك بالظبط شوف كده بما يرد الله هتدفع لي قديه بما يرد الله هدي لك مئة ألف جنيه خمسين ألف دلوقت وخمسين بعد شهر ونمضي العقدة نمضي العقدة بعد شهر؟ لا مش هينفع طب إيه رأيك تدفع لي سبعين ألف جنيه بس دلوقتي ومش عايز أي حاجة تانية بعد الشهر ونمضي العقدة على طول دلوقتي عمرك عجيب يا أستاذ عادة يا سلام أخيراً خلصت من البزار وخلصت من البضاعة مش فاضل غيرك يا رامزي عايز أقلص مني يا بدولة حبيبي يعني أنا شايف كده بقى أن انت معك فلوس كتير قوي أنا عايز حاجة صغيرة يعني نسبة كده تمانين في الميلة يا ابناء أنا خلاص الفلوس كلها خدتها وحطتها عربون في محل جديد في الشارع اللي ورانا يا معلم أخلص منك سافر بقى يا رامزي حمدي إزاك حمدي عادل إزاك عادل وحشني إزاك حمدي والله بجد يا حمدي أنا مش عارف أشكرك إزاي يعني أنت عملت فيي جميل العمر كله بجد كنت أرؤف أبو نيكلة معلم لا ما خلاص لا فيه أبو نيكلة ولا أبو فجلة خلاص أقصدك إيه؟ قصد يعني الشارع اللي فيه البزار بتاعك شارع الترولي ده تلق كده كنز وضيق من الجنب فحولت على الشارع اللي بعديه أوسع شوية شارع اللي وراك على طول واجيب بقى حفارات وأحفر طراحتي يا عمو أنت عايز تحفره خلاص أحفر يا عمو أحفره على ضمان تانا لو أي حد كلمك صدرنا أنا ما ينفعش أصحاب المحلات حيزعلوا عشان كده غيرت المصار غيرت المصار؟ خلاص يا دولة ما تزعلش نفسك يا عمو هم من اللي خطرانينا دولة ألا يعني هم هيلاقوا يعني بازار أحلى من البازار بتاعنا فين عشان يوعدوا يحفروا فيه موسي يا لا يا غبي يا غبي أنا كده اتخرب بيتي هعمل إيه؟ هرجع الفلوس بتاعت المحل و بتاعت المضعة ازاي؟ اتخرب بيتي اتخرب ايبعد عني ايبعد يا اسافر يا رمزي اطلع على سويسرا ايه؟ يا رب سويسرا يا عمش معنى انت يلا يلا اطلع برا اطلع برا اطلع برا اطلع برا مش عايز اعرفك احفر فيه مش عايز اعرفك أنا أنا فعلا ندمان على المدرسة اللي انت كنت معرفت باحتك يا بالقريف بص يا سناء مش ناقصاك والنبي ما حدش يقطرني أنا مش ناقص تقصديم يا جماعة طب بص يا بابي ايه رأيك ترجع لهم في روزهم وتاخد البازار والابضاعة؟ ايبه؟ الحكاة مش بالسهولة دي يا اخوانا وبعدين هقول لهم ايه؟ هقول لهم ممي خفت يعني ايه ده؟ ايه؟ هو انت قلت له ممك عيانة عشان تبيع؟ خصى عليك انت مش ابني انت ابني الشوارع ايه؟ ايه؟ مسحلة مش كده يعني انا بس كنت بقول لهم كده يعني كده وكده يعني ابي عادل على فكرة بقى انت غلطت مهم؟ يا سلام على المعلومة انت غلطت ما انا عارف ان انا تزفت وغلطت طب بص يا عادل انت تشتري بازار في مكان تاني يا رانيا يا حبيبتي المسألة مش بالسهولة دي البازار بتاعي اصلا الله يرحمه يعني ده كان في شرع مميز جدا مليان حركة ابتدي من السفر يا عادل اصدك ابتدي من تحت السفر يا ماما بص يا عادل انت تروح للمعلمين دول واتكلمهم بمنتاز صراحة يمكن تصعب عليه هم في رجع ولكن هم اخدوه ماشي يا ماما انا ممكن اتكلم معاهم بس ما ينفعش اتكلم معاهم بصراحة يعني لان صراحة لو اتكلمت معاهم بصراحة ممكن يش نقوني سمحون يا معلمين انا يعني صراحة كنت انسان اناني ووضيع والحاجة جديدة زي ايه حضرتك اذا ربما يعني واطي خسيس دني لوكل حاضر حضرتك انا انسان واطي وخسيس ودني ولوكل وما استهلش اقعد ما معلمين كبار زيوك وما استهلش اقعد ما معلمين كبار زيوك من الاخر عايزي بقى كنت عايزة ارجع يعني المحل اللي هو كان بتاعي ده وكنت ارجع البضاعة اللي حضرتك خدته يعني المحل خلاص بح جبنا الجصب ونجس المكنة نعصر ونبيع طب يعني انتو هتعصروا وتبيعوا يعني انا هعمل ايه حضرتكو يعني ده حتى الفلوس اللي انا خدتها منكو روحت احطتها عربون عند راجل مصاب خد الفلوس دي وكان بيبيع كروت بتاعت شحنه وخد الفلوس كلها وطلع على برا حضرتك طب لو كنا رجعنا لك المحل والبضاعة كنت هتسد منين ايه يعني كنت ممكن اقصتهم لكم اطلع مرة يا هالك اطلع حضر يا معلم حضر طب يا معلم والناس اللي مربوطين في القابت دول اللي انا بصرف عليهم حضرتك ده انا عندي ستة ستات غير الجزم اللي بصرف علي يا حضرتك اجب له لهم فلوس من ايه حضرتك صعبت علي يا هالك ربنا اخليك يا معلم ربنا اخليك والله يا معلم هقعد ادعي لكل كلكو لقد ادعي لكل كلكو خلاص خلاص هشغالك معاه في المحل هتشغلني يا معلم تجشر الجصب و تعصر اقشر و عصر اهادardi يا معلم اقشره الكو واعصر هلوهلوهلوهلوهلوهلوهلوهلوهلوهلوهلوهلوهلوهلوههلوهلوهه يالله الله قميلا بيب بيب امفوزيب لتري جامتي لتري منيو يلا بدا 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 دخلت ورده؟ اه مش مش الله عادل انت مش حوايدينك انك تيجي بدري كده وكمان جاي برمزي معك والله انا قلت يعني اكافقه ويجي يتغدى معانا النهاردة في البيت لانه صراحة ما كسرش غير تمثالين بس وبدل ما يقعد في البازار ويقعد يأكل في التماثيل بيفتكرهم عروسة حلاوة ربنا نخليك يا دولة رب وبعدين يا دولة ما انت بحبح المهية بتاعت شوية يا عم حددولة صاوتي كاميلة كاميلة ده بيبيز انا انا خالص ايه ده؟ ده حاجة صحي ايه ده؟ ده كلبي عادل كلب ايو ما انا عارف انه كلب وانا قولت انه هو قطة ايه اللي جابه هنا ده؟ يا حبيبي ده سوني سوني عادل سوني عاشت الأساميه ايه سوني وانا عادل يعني ايه اللي جابه بقى؟ الله يا دولة دولة هو الكلب ده وان بحقه حقيه ولا بلاستيك؟ بلاستيك؟ ده كلب بوليسي انا ايه ده؟ ده انا معيش بطاقية دولة لا ما تهداش انت بالصوات المشمع اي حاجة فالص لان هو بالنسبة لك يعتبر زميلا عايزة فهم؟ الكلب ده ايه اللي جابه هنا هانا؟ بص يا بيبي اهدى بص كده انا حفاهمك كل الحكاية عشان انا عارف كويس قوي ان انت متخصص في الاحاديث والاقاويل والمشكلات والحواديث بص بقى انا وانا قاعدة عند الكوافر قابلت يا ومامي صاحبتي باكينام انت عارفاها طبعا يا حبيبتي اترى بقى فكورس اللي فزيعة دي اللي هي اللي فزيعة دي اه 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 دي بقى كانت عايزة ايه تسافر عند بنت خليتها مالتا طال هناك شوية كتير جدا شعقول دي ليس راجة من اسطنبول ايه مامي انت فاك انها زيينة قاعدة طول النهار كده في البيت لا دي رايح حاجة يا سفر طهيراته بتاع المهمة يعني اختصارا للقول انها كانت مش عارفة هتحط الكلب فيه لحد ما ترجع من السفر اه فعرضت عليك بقى ان انت تخلي الكلب بتاعها عندك يعني عمري عمري استحالة دي احسن انت بتها راجل ايه عادة اما ليه اللي حصل يعني انا اللي عرضت عليها انها تخلي الكلب عندنا هنا برافو عليكي يا رورو يالبي ده بازا وانا انت قمير بها تزرعه ماما ماما انا عايز العب مع الكلب وانا يتقولها عايزة اخد الكلب ده وانواربطه واجربه في الشارع ادو لو انك ما بقولك ايه رانيا رانيا بس يا لانتوهين رانيا الكلب ده مش هيقعد هنا في البيت وانا ناقص كلاب وانا هصرف عليك ولا على الكلب لو سمحته الكلب ده اخو دي سربيه لو سمحت ما تجرحوش ده ابن عيلة متأصل ومن اصول عريقة من اصول عريقة ايه يعني جده لك باشا انت متهرج لعاد الولاياته مش عارب ده اصوله عاملة ازداد ده اصوله انجليزية فرنساوية ايطالية انا مليش جعب الاتحاد الاوروبي اللي جاي منه الاستاذ الكلب ده اهم حاجة ما يعديش انا بقى حدودي الاخليمية في البيت اغسى عليك يا عابيك لا اغسى عليك اغسى عليك يا عاد الحرام عليك انت ايه ما سمعتش عن جماية الرفق بالحيوان ازاي ما سمعتش اما الحيوان ده اللي انا برعاه بقى لي خمس مواسم لغاية دلوقتي اعمل فيه ايه رمزي زفتي ده يا ربنا خليك يا دول اعرب وبعدين يا عاد الحرام عليك انا مقدرش انزل الكلب ده في الشرع الاحسان انا انا خايفة عليها تشرد ومستقبله وزيع ويبقى كده مدمن ومن كلاب الشوارع مقابش يعني هيعمل ايه يعني هيشم كله ولا يسرع عظمه من الجزار ولا يسطح فوق القطر يعني ايه ان انت بتكلم عنه يا ابني ده بيأكل كل يوم شركسية شركسية بقى لاش اوفر بقى شركسية يا ماما ده اساسا عمره مداء اللحمة ولا عدت من قدامنا خيره خلاص خلاص يا عادل خلاص بحق الواضح ان انا متر استغنى عن الميت جنيه اللي كانت هتطلعلي من الكلب كل يوم ميت جنيه؟ اصلا اني ما قد تكيش يا مامي صاحبته اداتني الف جنيه على اساس ان انا اصرف على الكلب كل يوم ميت جنيه بس انا طبعا بنظرتتي المصروفية اللي هي المحافظة قلت ان انا هصرف عليه خمسين جنيه بس وخمسين جنيه هاسب على المصروفاتي الشخصية برانيا لا معصروفات البيت يا مامي انتي عارفة زمان كان نفسي يبقى عندي كلب بس كان عندنا بنت صغير يعني بس انا احب الكلاب ايه والنوع ده كمان اللي هو النوع الكلب البيض وكلب البيض ايه ده انت جايب الكلب هنا هو ايه يعني ما كفكيش تولي اليوم ان هو يبقى معاكي يعني جايبهولي شوفي لو سمحتيه شوفي هينام فين؟ هكذا ايه يا عادل يا حبيبي انا وعدت صاحبته ان انا حسزه بالحنان والحب والامان والامن ده ممكن يحسون في اي حتة لعلمك لو نام في البلكونة هيتسلى جامد عنده النجوم يقعد بقى يتفرج عليها براحط اه اقولك ممكن ننيمه في الصندرق عنده فران بالهابل هيقعد يلعب معهم وهو قد الفار اساساً مقدرش يا عادل مقدرش مقدرش يا حبيبي ده امانة 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 عليكي انا عايز انام كده يا عادل اوكي طالما انت عايز كده بقى ومصر وملحبة رجع الفلوس اللي خدتها في مقابل انك ترعاه زلك المسكين الحيوان لا ده الحيوان ده لطيف جدا ده انا بحبه جدا يا سبي ايه بلع ده بلع اهو ايه 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 تعمل ايه تعمل ايه بسق الجمل يا دولة علشان الدنيا حر بتسق الجمل لي خرب بيتك مش كفاءة تماثيل اللي بتبوزها كمان بتبوز الجمل يا ابني الجمل ده سفينة السحراء يعني ما بتشربش مياه خالص اه ايه ده دولة ايه ده الكلب ده دولة هو الكلب ده اللي انا شفته عندك مبارح في البيت لا يا سيدي هو رانيا قصرت ان انا قعد عندنا اسبوع فاجبته بقى اه شخصيتك الضعيفة دايماً موجودة في كل حتة يا دولا يا دولا رانيا تقولك حاجة تقوم راضي كده هون بالأمر الرابع على طول الأمر الرابع؟ طب ايه هو الأمر التالت؟ انت اي حصة جاي فيها وخلاص؟ المهم يا سيدي عايزين ندور على مكان بقى الكلب ده يقعد فيه هنا في البزار لا يا دولا بص يا عم احنا القرفف عندنا كلها زحمة يا عم والدنيا حر والتمثيل مش طيقة بعض وانت فكرك ان انا هحط الكلب ده على اللورفوف يا غبي يا غبي حيزين نعلقه في حتة يعني اه ايه رأيك يا دولا احنا نعلقه هنا هو مطرح الطابلة دي اشنوقه بقى مكان الطابلة لا 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 بص اقولك حاجة خليه على المكتب زى ما هو قاعدة اللي اقول لي يا دولا يعني وانت ناوي يعني فعلا تخلي الكلب دون هنا هو عندنا في البزار؟ اه خليه في البزار ايه المشكلة؟ دولا مش انت مبارح قلتلي ان الكلب دون يعني بوليسي؟ اه طبعا بوليسي بس هو انت عارف بوليسي متنكر يعني عامل نفسه كلب صغير زى ما تقول كده ايه كلب بوليسي سري؟ طب يا دولا بقى خليه بقى يعني وصيه علي علشان ان لسه ما طلعتش بطاقة لا هخليه ااخد باله منك بس اهم حاجة انت كمان تاخد بالك منه شوفه محتاج ايه يعني نفز له او امره انايا يا دولا تمام يا فندم تمام دولا هو هيعمل ايه بقى هنا بالزبط؟ هنا يا سيدي هيقوم بالحراسة طبعا في البزار عادي جدا يعني انت هتحرص البزار طول الليل وهو يحرص البزار طول النهار ايه ده ايه ده ايه ده ايش معنى يعني انا اللي احرص البزار بالليل؟ لان هو كلب صغير يا ابن ده ايه مفعش يحرص بالليل يا ابن بص ده هو نام بالنهار اساس انت احنا هنزحيب الليل بالعافية اه فهمتك فهمتك دولا باين عليك ده هو المقتنع بالكلم اه ولا يا رامز انت بتفكر مع نفسك بصوت عالي ولا ايه؟ انت سمعتني؟ ايه خرب بيتك؟ ما بص بقى دولا بصراحة يعني انا الكلب ده وان جاي بقى كده انا على قطع ايش يا عمد؟ يا عمد قطع ايشك ايه بس يا رامز واي كلام بتقوله؟ يا ده يا رامز انت غالي عندي انت بميك كلب يا لأ بنا اخليك ليه يا دولا يا رامز هوا وكده؟ يا حبيبتي اسحى بقى والنبي انا نفسي افهم يا عادل انت عملت ايه في الكلب ده؟ اه اكون عملتله ايه يعني؟ بالعكس ده بيأكل ثلاث واجبات في اليوم الواد رامزي ما باكلهمش يعني؟ لا ما فعلا واضح ان انت مهتم بيه وبتأكله حرام عليك يا مفتري ده عنده انت واق نفسي سايكولوجي وحالته النفسية متدهورة ده مكتئب جرأي يا ست انت؟ يعني عايزها يعمل ايه؟ يسيب شغله ويقعد يداد الكلب بتاعك؟ ده حاجة غريبة والله ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ يا ماما عامل ايه اللي الكلب مش رادي يأكل؟ انا قلت من الاول مود ومش مظبوط مود ومش مظبوط اعمله ايه يعني؟ وبعدين لعلمك بقى رامزي يعني متولي كل حاجة بيأكله بيشربه بيحميه وكل حاجة لا انا مصدعك ايه ما هو واضح ان هو خباله منه وبيأكله ده مش بعيد يكون بيأكل اكله حرامة عليك انا مش هارفة بيكي لما هترجع من السفر وتشوف الكلب بالحالة المزرية دي هتقول علينا عملنا ايه؟ عملنا ايه؟ يعني اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ انا مش فاهم يعني كفاية اوي ان انا مهتم بيه وبأكله وبشربه كفاية منظري بس قدام المعلمين بتوع البزارات وانا داخل خارج معايا كلب صغير كده معموله في يوم كحمره شكلي وعش لا واللهي انت قدي الكلام اللي بتقول ده؟ اوكي اعتبر الاتفاق انتهى هات ايدك بقى على الفلوس اللي انت خدته قبل كده واعتبر ان الالف جنيتي خلاص بح بح ايه يا راني ايه يا راني ايه؟ هنعد ببعد ولا ايه؟ واللهي بقى انت اللي بدأت انه باح يا استاذ عادل اشرب واللهي يا كلب اذاك حتى ايو بكسرة عشان بفك النحساء هي ما بتبقاش عايزة اتباق انا انا مش فاهم انت جاي تهبب ايه عايز ايه ولا حتة امورنا معلم رمزي لو سمحت عايز كوبات شاي تاني يعني على حساب دول حبيبي انا ايه ولا ما انت لسه شرب الشاي بتاعي اديك قلت اهو بتاعي يعني انا لسه ما طلطتش حاجة يا سلام شكرا انا لحتة ايه ده ايه ده ايه ده انت هتاخد الشاي بتاعي بتاعك ايه الا الشاي ده بتاع انا يا لا بس بس مش عايز ايه دوشة ايه لما وزا باشا البس وغير ده بقى ايه مش هنجيب له بقى يعني كراوية حلبة ينسون شوات عصير عضم ولو باشا بيشتغل بالحجارة ده ولا مش بالاكل ولا ايه يا زريف ده كلب زميلك ده ايه ده دولة ده كلب زميلك ولا كلب بوليسيكي بص ده اصلا كان قطة واخد بالك بس عمل عمالية تجميل لانه كان رافض الجنس بتاعه ده بقى دلوقتي كلب يعني ما شاء الله ياه اقتارين بالونا كل المضربه يوعد ينو نو هم الاو نو ده وبعدين انت لابس اللبس بتاعه قليلي راس ملكلاب ايه لا اللي يبقى أكيد دي عليك حيوانات يعني؟ لا دا حكايته حكاية باشا مجد الدلدة هو صغير عدوا كلب فراح المشاشفة قعد خمشار سنة هناك فبقى تخصص خارج الكلاب إيه دا إيه دا إيه دا طيب ما أنا و أنا صغيرة دولة عديني كلب عادي يعني أكيد طبعا الكلب خد واحد وعشرين حوقنا إيه دا دولة انتش عرافك؟ يبني ما نعارف ما دي أمراض بتنقل الكلاب المهم معاك العنوان بتاع الدكتور دا اه طبعا باشا معاي طيب حلوة إيه 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 هتعمل إيه هتدلق المياه على الكلب؟ لا أسك أنا تتوقع تتوقع هدخل بس يا أخي يا دكتور أهلاً وسهلاً أحب أعرفك بنفسي أنا الدكتور مجدي الديل أخصائي في علاج الكلاب الليلو والجرفون ماجستير في علاج كلاب الصيد دكتوراه في علاج كلاب الحراسة وزميل كلية الكلب البوليسي وعضو الجمعية الدولية لكلب البحر أكيد بقى موضوع كلب البحر ده حضرتك ما بتصيف يعني ما بتضيعش وقت تعالي كلب البحر برضو يعني حضرتك تقدر تعتبرني ملزمة ملزمة في علاج كل أنواع الكلاب الأليفة يا سلام طيب حضرتك يعني إحنا عندنا مشكلة في الكلب بتاعنا إن شاء الله معاك روشيتة؟ اه اتفضل هي يا حضرتك اه كشف باسم الكلب سوني خير بيشتكي من إيه دك لا يا دكتور مش ده العيان حضرتك وايش عرفك انت؟ انت دكتور ده عيان وحالته متأخرة كمان أيوا حضرتك أنا واثق إن حالته متأخرة بس ده إن شاء الله يحتاج عليك طويل أو حالته ما يقوس منها خالص لكن اللي معايا ده هو اللي حالته ممكن يبقى فيها يا أمل أهو اتفرق حضرتك ياه ده حالته صعب خالص آآ طمين يا دكتور آآ عنده إيه بالزبط حضرتك؟ للأسف الكلب عنده كرنبولي على المخ واحتمال نعمله عملية نقل مخ نقل مخ؟ لا بقولك يا دولة بقى ما توقعش تبصي لي عم أنا مخ بقى مش هيتنقل لحتة تانية يا دولة أنا مش نقص وبعدين يا دولة أنا سمعت إن نقل الأعضاء حرام لا يا لا نقل الأعضاء لما بيكونوا في نادي ولا حاجة هو ده اللي غلط لكن نقل الأعضاء من حيوان لحيوان ده عادي يا ابن طب بص يا دولة إيه رأيك ننقل مخ القطة دي للكلب ده لا ساعتها يبقى كلب ما أطأت غلط غلط لا يا دولة ما ساعتها برضو هيبقى مخ الكلب ده في القطة دي ساعتها تبقى قطة بنت كلب لا لا ما ينفعش تنفع أنت مخك ناخده لنقل الكلب ونخلص بقى طب و هيبقى إيه بقى ساعتها؟ هيبقى كلب مخه جازمة إيه رأيك؟ من الواضح إن الكلب اتعرض لضغوط نفسية شديدة الشدة أثرت على عقليته الباطنة وطبعاً أثرت على وظيفه الحيوية اللي بيتتالي هي الكلوي والكبدة والمخ يا سلام كلوي والكبدة والمخ جوعتنا والله يا دكتور للأسف الكلب جاله شلل دماغي تام وفقد القدرة على الهوهوة اختصر يا دكتور ديل ويقول إنه هو مات يعني لأ لسه في أمل بس أنا عايزة أسألك سؤال الكلب ده كان قاعد مع مين اليومين اللي فاتهم؟ وفي إيه وفي إيه فكان قاعد مع ده حضرتك يعني أنا عارف طبعاً إن رمزي من سلالة تانية بس ما كانش قدامي غير إن أنا قاعد اتنين مع بعض طب إنت بقى عدولة بقى ليه ما قلتش للدكتور ديل على الانتهاضي اللي انت بتبتهدوني دول ومدي أجري للكلب دول قد الأجري بتاعي آآ النفسانة ابتدت تظهر عموماً إنت مشكلتك النفسية دي هنعليجها بعدين نبقى نطعلك كشفه ونجيبك للدكتور ديل النهاردة إحنا في مشكلتك في قلب وضعت للحل إيه يا دكتور؟ الحل إن الكلب ده اتعامل معاملة سيئة ومش حاسس بالاضطهاد وفي حد أحطه في دماغه إنت هتفضل نقضيها هفو هفو ولاي؟ ما أنا عارف مين اللي أحطه في دماغه نعمل إيه يا دكتور؟ لا وقاوي كده يا ده يا رامزي أيها يا دولة بقى لأن إنت بتحب الكلب دون أكتر مني يا دولة بقى لدرجة إن حسيت بالتفريطة العنصرية التفريطة العنصرية؟ ماشا يا رامزي إنت عملت إيه في الكلب بالزبط يا ده؟ بص يا دولة إنت كنت كدوان كنت بتديني اتنين جن ونص أجيب لأنا وهو اللي هنشل ناكلنا وهو سوا قلت عادي يعني من يومين كدوان قلتلي لا يا رامزي هاتله هو بجنيه ونص وانت بجنيه يا رامزي وكل واحد في ورقة واحده بتخولني لا وفيها ايه دي يعني معادي لا يا دولة بقى مش عادي أنا بقى ردت لك الساق بقى صاغين بقى يا دولة قمت أنا جايب لأنا بجنيه ونص سلانشون كلته كله لوحدي وجايب له هو بجنيه واحد بقى السلانشون واللي فاض منه كلته كمان أنا مش هقدر طبعا يا رامزي أنزل لعقليتك لكن أعملك ايه أعملك يا حرام عليه جبت لي الكلب شلل في لسانه بص بقى دولة بقى أنت بن عمي وحبيبي وكل حاجة بس بقى اللي قوله شرط أخره نور يا أنا يا الكلب ده في البزار يا سلام الكلب تكع الله لا يا دولة أنا آسف يا دولة أنا كنت بعذر يا دولة والله كنت بعذر ما تقطعش هيش يا دولة والنبي ايوا كده اتعدل أموماً الكلب ده هاعينه مدير عامل البزار وإنت هتبقى شغال عنده الكلب ده بقى هز ديله ويمين تروح يمين هز ديله وشمال تروح شمال سامع؟ ماشي يا دولة طب بفرد بقى الكلب ده فرح بقى وحادي هزي بقى ديله شمال ويمين عامل ايه؟ تبتل رايح شمال ويمين شمال ويمين لغاية ما تدخن اخلاص منا يا دولة بقى هو ما بيقبز ما بيتحركش أصلاً انت عملت في ايه؟ بيتحركش بس 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 يا الله ما بقى وص انت بتعقده بتعمله صوت قطة؟ ماشي ماشي التكل على الله روح هات له كوكتيل عشان يفوق كده يا تب وانا دولة وانت ايه؟ انت هتعمل دماغك بدماغ الكلب؟ تكرع الله هات الكوكتيل ماشي 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 معلش معلش كلب وراحة سوال خير اهلان اهلان ازاك الخواجة تفضل تفضل ايه ده؟ انت عندك نوم من الكلاب دي؟ اه لا بس الكلب ده مش بتاعي ده واحدة سابعة عندي المدة اسبوع لكن لو عايز اي كلاب تانية عندي مثلاً تماثيل كلاب فرعوني وعندي برديات فيها رسومات كلاب فرعوني زي ما انت عايز لا تمثال ايه؟ مش ممكن ايه الصدفة دي؟ يا حضرتك موعد الكلب ده هنا في البزار ولا ايه؟ بص يا خبيبي انت عارف ان انا عندي مزرعة من الكلب وعندي كلب اسمها ريتا وبدور لها العريس من سلالتها بتدور لها العريس على اساس اخطب لكلبتك وما تخطبش الكلبك يعني والصدفة ان ريتا في مصر دلوقتي في شرم شير ايوه جميل اهلا وسهلا بيها يا سيدي بس مش هينفع يعني حضرتك ارجوك لا حضرتك مش هينفع خالص بجد القاصل دي مسئولية ماينفعش ان انا اجوزها من غير ما اهل ويعرفه يعني هو يوم واحد هاخد الكلب اتجوزه لريتا وارجعه لك تاني اسف مش هينفع خالص معليش خواجه حديك خمسمائة دولار ايجار يوم واحد خمسمائة دولار ايجار يوم واحد للكلب اتجوزه لريتا حضرتك انا ممكن نشر عاية وخمسمائة دولار جواز ده كده الكلب ده جاي من وراه مصلاحة مية مية حلوة اوي 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 ادولة الله عليك يا عم بقولك يا دولة ما تنساش بقى ابو الرماميز ابن عمك ها عزمني بقى على كوكتيل فواكه البحر كوكتيل فواكه البقى اي زفارة جاي فيها انت وخلاص اي يا راني ايه ايه بكي نام صاحبة الكلب جاية تاخده النهاردة هو هو دلوقتي مش معادها بكرة ماشي ماشي خلاص انا هجيبي الكلب واجه حاضر ماشي سلام سلام اه لازم اكلم خليه بقى عشان ارجع الكلب ده موسيب يا سوق ده لا يا دولة لا ايه هتوامل كده يا دولة لا يعني هتعاكلن على الكلب فيهم فرحوا يا دولة يعني اه طبعا صعبان عليك ما هو جنس واحد طبعا يا دولة اه لا لا بقولك ايه ما اتفكرش في لا 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 لف 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 يا دولة لف كده دين صغير اه ماشي لف كده اعمل لي سوق كلبي كده لا مات